طبعاً من جديد طبعاً براحب بك زميلتي ماريوم وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وطبعاً مستمرين معك في لقاءتنا النهاردة طبعاً بعد فوز النادي الأهلي بالسوفر المصري اللي تاني مرة على التوائل يمكن معي في هذه اللحظات الكابتن محمود الوزير المدرب العام لفتيات الذهب كابتن محمود طبعاً في بداية براحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وألف مبروك يعني أول بطولة الموسم ده طبعاً إحساس أكيد بالنسبة لك إحساس يعني عايزة تحكيلي عن إحساسك وتقول لي يعني شايف نهاردة المباراة إزاي وشايف الأداء نهاردة إزاي وشايف الفوز كمان النهاردة أمام نادي الزمالك إزاي يعني الحمد لله أولاً يعني برنامج الأبطال مبروك للنادي الأهلي ومبروك لقناة النادي الأهلي ومبروك لجمهور النادي الأهلي اللي حضر النهاردة ومبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي ورى الفرقة الحمد لله النهاردة ماتش فعلا ماتش السوبر ده ماتش جامد جدا لأنه مفيش فيه لقاءات قبلية يعني هو لقاء والتاني وبنلعب مع الزمالك فيعني فرقتين أول مرة يتقابلوا السنة دي فالحمد لله ربنا وفقنا السنة دي إحنا كان عندنا هدف أنه نوصل فيه وكنا وعدين جمهور النادي الأهلي وعدين مجلس إدارة النادي الأهلي أنه إحنا إن شاء الله نحقق الأربع بطولات إن شاء الله ونلعب بقى بطولة العالم اللي الآن دي إن شاء الله فدي أول بطولة لنا بالنسبة للفرحة لأن أول مرة مع الفتيات الزهب بتوعنا أول مرة معهم السنة دي أنا كنت مع الولاد قبل كده لكن حاليا مع كابتن إبراهيم هنا والفتيات بصراحة التعامل معهم مختلف جدا على الولاد لكن هم كانوا بالنسبة لي أنا في الملعب كانوا رجالة جدا أدوا اللي عليهم نفذوا الخطة اللي اتقلت لهم نفذوا الكلام اللي اتقل لهم كابتن إبراهيم عام شوية التغييرات في التشكيل في الملعب على أساس يعوض النقص أو الحاجات اللي فيها دفوهات عندنا في الفرقة والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا ومش قادر أقولك فرحتي إيه يعني يكفيني صوتي ضائع يعني طبعا يا كابتن مجود كبير جدا منكم ممكن طبعا من أول الموسم وأنا أكيد برضو في النادي معاكم وشايفة دايما شغالين تدريبات شغالين بقوة بتجهزوا طبعا لكل مباراة بشكل أكبر كل مباراة عن اللي قابليها مجود كبير جدا يا كابتن وكمان ممكن شوفنا المباراة النهاردة كان برضو فيها يعني شوية إصابات طبعا آية الشامي مش موجودة شروق مش موجودة ولكن اللي موجود واللي حاضر طبعا قدر أن هو يعود الغيابات دي وقدر أنه هو يأدي أداء قوي جدا أداء متميز طوال المباراة الحمد لله ما أنا بقولك أن الأولادي اللي كانوا موجودين في الملعب واللي كانوا مباراة النهاردة واللي أدوا المباراة كلهم بالناس اللي برا بالناس اللي ما تسجلتش في المتش لأنه كلهم أساساً بيتمرنوا معنا من أوليسين احنا من شهر صعبة واحنا بدئين الشغل بالنسبة لنا كان صعب عليهم شوية تقيل بنغير كتير في الأحمال والكلام ده كله والحمد لله يعني الحمد لله بشكرك تاني ومبروك وطبعاً الموسم لسه طويل مستنمينكم أكتر من كده أفريقيا دوري كاس فإن شاء الله تفرحونا كالعادة وإن شاء الله تشرفونا في جميع البطولة دي إن شاء الله وأنا بوعد برضو النادي الأهلي وبوعد جمهير النادي الأهلي وبوعد برامج النادي الأهلي كلها إن احنا إن شاء الله هنسجل كل بطولة إن شاء الله تحت أمرك كذا طبعاً زميلتي مريم كان لقائنا مع الكابتن محمود الوزير المدارب العام لفريق النادي الأهلي لكرة طايرة سيداته والآن لعودة مرة أخرى للستوديو شكراً جزيلاً الزميلة سالة حامد وأرجع لك تاني يا كابتن نادا يمكن كنا بنتكلم على